بدأت الفرق المصرية خلاص مشاركتها في البطولة الأفريقية زمالك بدأ مشواره في الكنفدرالية بفوز مهم جدا برأ أرضه على الشرطة الكيني أما بيرامدز فخرج بتعادل مهم ضد الجيش الرواندي في دوري الأبطال ولسه الأهلي كمان النهاردة حيفتتح مشواره في الدفاع اللقب في بطول الدوري أبطال أفريقيا خلينا نعرف تفاصيل التحليل الفني اللي حنسمحها دلوقتي بنضفنا النقد الرياضي محمد القاضي يا محمد صباح الخير من أورد أهلا وسهلا بك خلينا نبتدي عطول كده بمباريات مبارح الزمالك مبارح ضد الشرطة الكيني اللي حصل الجون جاهز زي التفاصيل دي طيب هو كده الزمالك وبرامدز فتحوا مشوارهم في بطولة أفريقيا كونفدرالية ده الزمالك وبرامدز في دور أبطال أفريقيا خلينا نقسم كلام عشان كل واحد يديله حقه الزمالك الواحد وبرامدز الواحد يعني قصد أن الفرقة المصريحة قاية نتيجة إيجابية ونتيجة إيجابية في بداية المشوار إحنا دايما الأهل أو الزمالك أو الفرقة اللي بتلعب في كونفدرالية أو دور الأبطال دايما بنخاف منها من حم البدايات بيبقى الفرقة مش جاهزة بدني وفني ونفسي أنها تقدر تنافس على البطولة خصوصا الأهل والزمالك سواء في دور الأبطال أو في كونفدرالية بممرشحينهم ياخذوا البطولة حتى برامدز كان منافس قوي في البطولة ده وصل نهاء كونفدرالية قبل كده فالفرقة المصرية احنا دايما بنخشى معها من حم البدايات لكن الزمالك مباريحة فوز كبير بصرف النظر عن المنافس اللي هو البولوس الكيني يعني مش بنتكلم عليه أنه هو مثلا فرقة قوية أو فرقة ضعيفة فالزمالك حقق انتصار كبير لا هو الزمالك حقق التارجط المطلوب منه رجع بالفوز بره أرضه وحط أول رجل له يعني قدم واحدة في دور المجموعات احنا عرفين أنه فيه فرق ما بين دور الأبطال وكونفدرالية دور التمانية دور المجموعات في دور الأبطال في كونفدرالية من دور الستاشر فانت عندك الموضوع مختلف شوية فانت لازم كان فعلا الزمالك حقق النتيجة الإيجابية النتيجة المطلوبة منه جون عبدالله السعيد يعني جون فيه خبرة وفيه تناغم كبير جدا ما بين اتنين لعيب أكبار زيزو عبدالله السعيد احنا شوفنا الزمالك مبارح كان أداء كويس في الشوت الأول أداء متواضع في الشوت الثاني بس هو حقق التارجط المطلوب منه هو مطلوب منه أنه كان يرجع بنتيجة إيجابية حتى لو كانت صفر صفر فما بالك لما يرجع بنتيجة على أرض وخارج أرضه ويكسب واحد صفر دي برضو نتيجة كبيرة مش نتيجة قليلة ده على فكرة يعني دايما الفرق المصرية كان في بداية المشوار في تعصرات ما بيبقاش النتيجة كبيرة أو الفوز أو النتيجة الإيجابية بتبقى مطلوبة في الأول أو بيقى فيه توطر في الأول أو خوف من البطولة أيا كان بما أننا طبعا فرق من الفرق المصنفة فبيكون فيه تخوف شوية في البداية طب ليه جماهير نادي الزمالك مش راضي ينبارح عن المورة؟ هي مش راضي عن الأداء بس هو الزمالك جوزي جومز اللي هو المدير فانات الزمالك لعب نفس التشكيل ما فيش حد من الصفقات الجديدة ابتدى يعني هو لعب تشكيل مختلف عن مكان التوقع جمهور نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك كان عنده طموحات كبيرة في موضوع التشكيل ده بالذات لكن الراجل ثبت التشكيل اللي هو لعب بيه من سنة اللي فاتت أنا شايف أن الصفقات الجديدة المفروض بتخش واحدة واحدة وبالتدريج بس الراجل هو حق المطلوب منه نزع لنا من الأداء الأداء وحش بالذات في الشوط التاني بالذات الأداء الدفاعي يعني جمهور نادي الزمالك شكرا أول كانوش يعني الزمالك كان بيلعب على الهجمات المرتدة بس فريق التاني كان مسك كورة طول الوقت هاجم طول الوقت وصل للمرمى كذا مرة آه معرفش يسدد بس كان رجله رايح على المرمى رايح جاي فده كان مؤلئ جدا ما هو ده طبيعي في الأجواء اللي عاشها نادي الزمالك سواء يوم ليلة المطش أو في المطش خليبها فيه نقص أكسوجين رهيب جدا اللعبة مش متعودة على الأجواء أنها تلعب في نقص الأكسوجين أو درجة الرطوبة العالية زائد أن أنت بتلعب برضو خارج أرضك أنت بتلعب في كينيا في حتة برضو صعبة شوية في الأجواء ما أعتقدش أن ده مبرر لأن الزمالك فريق كبير ومحترف وفيه لعيبة كتير قوية ومفروض جوه أرضه برضه أرضه دي تفاصيل ما ننقفش عليها هي المفروض أنها لعبة كبيرة لعبة عندها خبرات تقدر تعدى الأجواء الصعبة دي كلها بس برضو هو الفريق الكيني لعب بحاجة صعبة برضو عمل حارقة إنه لعب بالنهار فبالنهار دي درجة حرارة عالية والرطوب عالية جدا اللعبة مش متعودة أنها تلعب في الأجواء دي زي منتخب مصر لما كان هيلعب قصاد بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا الماتش كان ثلاثة العصر وبوتسوانا كان أسر ولولا أن تأخير الطيارة خلال منتخب مصر يلعب بالليه لو كان منتخب مصر لعب في بوتسوانا ودي في جنوب قرية أفريقيا يعني في آخر قرية أفريقيا ما كناش حقنا نتيجة كبيرة بتاعة نتيجة الأربعة كان ممكن تلاقي نتيجة مغيرة هي الأجواء بس بس أعايز أقولك برضو أن جمهير ناتزة مالك برضو زعلانا أنه هو برضو جوزي جميز ما قدمش باكلفت جديد أنت عندك نقص في الأزمة بتاعة أحمد فاتوح عندك نقص في مركز الظاهر الأيصر فهو ما قدمش لعب محمد شحاتة الرجل ده مظلوم في ناتزة مالك هو جاي يلعب نمرة ستة ونمرة تمانية في نص المع لعب هو مش من أداء لعيبة كمان من جميز نفسه بالزبط كده هو مقدمش جديد بس أنا برضو أنا وقف مع المدير الفني في نقطة هو أنت عايز مني إيه كجمهور عايز حاجة واحدة بس عايز أن أنا عدي فما بالك يعني هو نتيجة صفر صفر كانت مرضية للجمهور فما بالك أن الزمالك كسب برأ أرضه والزمالك معروف دايما فصوله وحشة في الأدوار الأولى يعني في البدايات دايما بص عنده فصول بايخة جدا مع جمهور بس هو عمل المطلوب منه أنا كنت شايف أن جوزي جميز كان المفروض يدفع بالصفقات الجديدة نشوف من بداية الماتش نتفرج عليهم خاصة الماتشات دي بتبقى بتدي خبرات اللعيبة كممكن يشير مين ويحط مين يعني لو أنت شايف التشكيلة اللي كانت موجودة وشايف اللعيبة الصفقات الجديدة كان مين اللي ممكن يلعب من الصفقات الجديدة أنا مش هعلق على حتة المدير الفني في النقطة دي بالذات بس أنا هقول أنه هو تثبيت التشكيل عنصر مهم لأي مدير الفني عايز يكسب بطولة بصرف النظر عن أن أنت تلعب بالصفقات الجديدة وتدخلها وتحرقها في ماتش زي ده خاصة الماتش أصلا صعب بتثبت التشكيل وفيه تناغم ما بين اللعيبة موجود وإحنا شايف أننا كان لازم نشوف حد في خط الدفاع حد قوي جدا بس أنا كنت نفسي أشوف من جوزي جميز ظاهير أيصر جديد يقدمه حتى لو لعيب صغير في الماتشات دي هي لفعلا أنت بتقدم فيها لعيبة كبيرة طيب بيرامدز تعادل مبارح شفت المباراة زي أنا عايز أقولك أن بيرامدز أصلا اتخطف في الجون اللي دخل فيه وجون الشيبي يجون في نفسه يعني أون جون فأنت عندك ده اتخطف أنا كنت متوقع أن بيرامدز ينزل مع الجيش الرواندي ده يكله 3-4 خصوة أنت بتلعب بالليل تحت الأضواء والأجواء كانت حلوة وجوه على فكرة في أفريقيا بالنهار غير بالليل الأجواء مختلفة جدا وأجواء كورة كويسة كمان يعني تساعدك أن أنت تتقلق فرقة بيرامدز فرقة كبيرة فعلا وعندها سكواد عالي جدا وكلهم لعبت كورة يعني حتى الاختيارات الجهاز الفني للعب اللي موجودة في الملعب لعب عندها كورة بتلعب كورة مش بتجري بس كله عندك كورة الهدف ده أربك حسابتهم وبرضو يعني عايز أقولك فينوس مايلي دوت المهاجم الكونغولي البرامدز كان بنفس سنة الفاتت على هدف الدوري مع وثامة أبو علي يعني كان ركب هدفين الدوري من بداية السيزون لحد ما الأهل اتعاقد مع وثامة أبو علي بين الدورين عايز أقولك أنه هو أصلا يعني هو ضايع فرص كان ممكن بيرامدز يرجع كسبين بس أنا عايز أقولك أن النتيجة دي نتيجة إيجابية ومهمة جدا لبرامدز لأن بيرامدز خبراته الأفريقية في دور الأبطال غير خبراته اللي كانت في الكونفدرالي غير خبراته اللي في الدور المصري بس هو لأ النتيجة دي نتيجة مرضية جدا جدا من نسبة لبرامدز خصوان أنت بتلعب برأ أرضك طيب الشي بمبارح كان حيجيب جون في الأول ومتوفقش بس هو ما بطلش وما فقدش بدأ تدينا بقى نقدر يبقى عين على كام لعيب كده في بيرامدز نقول إحنا بيرامدز دايما عنده لعيبة ودايما عنده صفقات كويسة جدا بس في حاجة بتبقى نقص الفرقة مش عارفة مش مشبكين على بعض ليه مش عارفين يطبعوا على بعض ليه في مشكلة بنلاقيها كل حاجة ماشي بالورقة والقلم صح لكن يجي على الأرض بنلاقي في حاجة مش بلاقي حينة وحنا نتفرق هي أزمة بيرامدز في المنافسة على البطولات هي أزمة وحيدة جدا أزمة وحيدة بس أنه هو فريق بلا جمهور فهو ما فيش أي ضغوط على اللعيبة اللعيبة يعني هي بتاخد أعلى رواتب موجودة في الدور المصري وأعلى رواتب موجودة في كارات أفريقيا كمان أنا عايز أقول أنه فيه لعيبة كتير جدا في بيرامدز لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بتقبض عقدها السنوي بالدولار ما بتقبضش بالمصري أصلا فيه شو بقى الدولار ممكن يوصل لفين فهو ما عندهمش ضغوط وما عندهمش جمهور يقدر يبقى وراهم ويخوفهم ودي حاجة حلوة أو حاجة وحشة لا ده حاجة طبعا صعبة في الكورة أنت لعب لها طموح ما هو فيش حد بيحزبه الإدارة في الأول والآخر هو بيرامدز الناس بتتكلم أن أنا أوصل وصيف دوري فده إنجاز كبير لفريق لسه يعني من 2018 في الدوري ممتاز ده بقى له ست سنين فأنت بتاخد وصيف دوري مرتين وبتلعب دوري أبطال وبتوصل نهاية كونفدرالية فده إنجاز بالنسبة للتاريخ نادي بيرامدز بس بالنسبة للسكواد والفلوس المصروفة على الفرقة دي كلها يعني حجم الميزانية الضخمة جدا في بيرامدز لا أولا كان لازم يبقى يعني بيلعب نهاية دور أبطال لازم يكون بيلعب مثلا عايز أقولك لحد آخر ماتش في الدوري يكون بينافس على بطولة الدوري العام هو غياب الجمهور إنه فريق بلا طموح طموحه ضعيف بالنسبة عن شماعندوش جمهور زي الأهل والزمالك بيخوف اللعيبة أو باللعيبة بتعمل له حساب أو اللعيبة بخايفة تخسر بس أنا على فجأة عايز أرد على حضرك في جزئية محمد الشيبي بالذات محمد الشيبي ده أحسن بقرات موجود في الدور المصري السنة اللي فاتت هو بس عنده بطلق بس هو هو لعيب عالي جدا 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 وكرته عالية رغم أنه أكبر في السن يعني من الصغير معادي 30 سنة بس هو بيقدم مستوات عالية جدا جدا وده بس هو سوق حظ منه طيب اتكلمت دلوقتي أنت بتتكلم عن نادي زمالك قلت أهم حاجة تثبيت التشكيل في فترة مهمة في البدايات بيكون الأمور صعبة شوية فاللعيبة بيكون في حالة من الانسجامة بينهم وده بتؤثر بكل تأكيد على الأداء وعلى النتيجة كمان احنا النهاردة نادي الأهلي عنده مواجهة مهمة مع جورمايا الكيني هل إزاي استعد نادي الأهلي لهذه المباراة وهل برضو هو كمان سبت تشكيل هو هيحصل تغيير واحد بس في التشكيل اللي بيلعب بيه كولر هو كولر معروف طبعا أنه هو بيثبت التشكيل لحد ما بيبقى متطمن بعد كده يعمل عملية الروتيشن عشان ضغط الماتشاط والنادي الأهلي بيلعب في خمس بطولات مرة واحدة فده صعب على سكوات زي النادي الأهلي أنه يلعب فيك أكتر من بطولة واللعبة ما يحصل لاش إصابات أو إرهاق فهو يعني النهاردة ممكن نحن نشوف النهاردة يوسف أيمن موجود في مركز قلب الدفاع خلينا أعدي لك التشكيل من أقول لك التشكيل هو محمد الشناوي هيبقى حارس مرمى محمد هاني باكريت وهيلعب عمر كمال عبدالواحد باكليفت احنا عارفين أن علي معلول عنده إصابة وكولر مش مقتنع بكريم الدباس أنه هو كان باكليفت منتخب مصر والأولمبي في الأولمبيات كولر لحد دلوقتي مش مقتنع به ومش عايز يلعبه فهيلعب عمر كمال عبدالواحد في مركز الباكليفت عندك يوسف أيمن اللي هو اللي جاي من الدور القطري مصري محترف الدور القطري لسه أول ماتش له هنشوفه النهاردة إن شاء الله ويرامي ربيعة في نص الملعب هيبقى مروانة عطية وإمام عشور وعندك قدام هيبقى بيرستاو وسامة أبو علي وقهربا فده تشكيل يعني أنا شايف أن التشكيل هجومي أن الراجل بلعب بتشكيل هجومي قوي جدا النهاردة مش يعني مش هايب فريق جرمهيا أنه هو يلعب في كينيا هيبدأ ضغط يعني هيبدأ ضغط من بدري يعني التشكيل هجوم وده مش خطر؟ برا أرضه هو بالنسبة للنادي الأهلي هو ما فيش فرقة في أفريقيا في نفس مستوى النادي الأهلي النادي الأهلي أعلى فريق فنيا خاف منه يتعمل له حساب أعلى فريق فنيا في قارة أفريقيا هو النادي الأهلي ما فيش أقوى من النادي الأهلي في أفريقيا بالسكواد باللعيبة بخبرات اللعيبة نفسها لعيبة أخذت نين دورة أبطالة وربع أنا نسيت بس في تشكيل محمد مجدي أفشا وبرضه أفشا هيبتدي في مركز الديفندر برضو موجود نمرة 8 هيلعب مجد أفشا فأنت عندك التشكيل أصلا هجومي قوي جدا صرف آه وبعدين هو كمان خلي بالك فيه حاجة هو هيلعب سعى ثلاثة العصر فبرضه الأجواء في كينيا صعبة فأنه هو يلعب ويهاجم بالشكل ده أنا هي مخاطرة بس النادي الأهلي أنا عايز أقول يعني النادي الأهلي ما يتقرنش بأي نادي في أفريقيا ما فيش أي نادي يدخل مقارنة مع النادي الأهلي في أفريقيا سواء في مستوى اللعيبة أو الجهاز الفني أو خبرات اللعيبة نفسها والفروع الفردية بين لعبة الأهلي ولعبة جرمهية كينيا في سنين ضوئية بس زي ما أنت بتقول كده الأجواء هتكون صعبة والدنيا هتكون حرفة عشان كده دايما بنعتمد على اللعيب خط النص إنه يقدر يرجع على طول يغطي ما هو خلي بالك هو النهاردة بيبتدع عناصر خبرات يعني هو ابتدى بمحمد الشناوي عنصر خبرة مهمة جدا في النادي الأهلي ابتدى برامي ربيعة لسه يعني متقلق مع منتخب مصر رغم أنه كان بعيد عن أنه يلعب مع منتخب مصر لكنه هو متقلق ويبتدي موجود بيرستاو وموجود كهربا وموجود أفشا في لعبة كتير عندها خبرات أفريقية تقدر أن يترجح كافة الأهلي من بداية المباراة وأنا شاف أن النادي الأهلي يكسب ويكسب ويعمل فوز مستريح كمان النهاردة كويس أوي موش حطت في اعتباره أبدا أن اللعيبة لسه كان ما بقلهاش أيام خلاصة مباراة مع منتخب مصر فهيبقوا مرهقين بدنيا ولا ده حيبقى لصالح فريق الأهلي أنه هو حيبقى بالعكس اللعيبة في الفورمة ومستعدة لا هو الأهلي نفسيا يعني الأهلي هيكسب نفسيا قبل ما يكسب فنيا النادي الأهلي الفرق بينه وبين فريق جرمه هو فرق كبير بس أنا اللي بنخشى منه هي حم البدايات بس أن النادي الأهلي في بداية مشواره في دور الأبطال من دور الـ 32 ماتش صعب عليه أنه هو بره أرضه بيبتدي بره أرضه زي نادزة مالك ابتدى بره أرضه هو لو الأهلي بيلعب هنا أنا أقول لك يكسب ستة مثلا لو بيبتدي البطولة من القاهرة لكن أنا شايف أن النادي الأهلي هيكسب فوز وفوز المسرح جمان إن شاء الله إن شاء الله على خير نتمنى كل التوفيق يعني متوقعين أننا نشوف مباراة حلوة ولعيبة الأهلي تمتعنا زي ما إحنا متعودين وإن شاء الله متوقعين أننا نخرج بسكور محترم إن شاء الله طيب لو جينا بقى عدنا سريعا كده على المباراة الأوروبية ريدز مبارح خسر هو الليفربول الخسر أنا شايف بس أن فيه هجوم على أرنس لوت مدير الفني الجديد لنادي الليفربول معين هو محاق التارجت ده هو عمل ماتش المفروض أنه مبارح أحسن من هو الماتش يعني تيكتيكيا أحسن من الماتش اللي لعب به أصاد ماشيسر رونايتد في الأولد ترافلد ويكسب ثلاثة أنا شايف أنه عمل ماتش نفس الماتش تيكتيكيا حتى هو عالج الأخطاء يعني هو أرنس لوت عالج الأخطاء اللي هو في المباراة اللي هو أفيا بلجان لا هو لعب ثلاث ماتشات أول ثلاث ماتشات كان عنده أخطاء دفاعية وأخطاء في التمركز وأخطاء في امتلاك الكورة في أول ثلاث ماتشات في الشرط الأول دايما الليفربول كان بيبقى في الشرط الثاني قوي جدا وكسح في الهجوم أنا شايف أن مباراة أصاد نونو سانتو نوتنج هام فورست بيقدر يلعب ماتش حلو جدا متوازن ما بين الشرط الأول والشرط الثاني وعمل نتيجة كويسة بس أنه هو اتخطف بالجون يعني هو بس المشكلة أن الجون من هجمة مرتدة خلي بالك بس أن الكوالتي اللي كان بيلعب أصاد ليفربول في ماتش مانشستر رونايتد غير الكوالتي اللي بيلعب به أصاد نوتنج هام فورست بس عايز أقولك أن الفينش بتاع هودسون قدوي مبارح ده لعيب أصاد متخب إنجلترا ده لعيب في نادي تشيلسي قبل كده قبل ما يروح نوتنج هام فورست فهو كوالتي عالي جدا اللعيب فأنا شايف أنه كان الرز كان ممكن يبقى أقوى من كده وحسن من كده وحسن من نتيجة كل شكر لك شرفتنا ونورتنا النقد الرياضي محمد القاضي شكرا جزيلا لك شكرا